خليلية أسألك السؤال اللي دائما إحنا كنا وإحنا صغيريه يتقلنا لما يحصل كسوف ما تبصش للشمس علشان عينيك وعلى دي شعات ولا دي حقيقة أولا؟ علشان الشمس بيطلع من أشعة شديدة للخطورة كانت تؤثر على الخلايا الحساسة في الشبكية علشان كده ممكن تنلبس نظارات خاصة كده اللي هي بتمص الأشعة اللي هو فوق البنفسجية اللي هي الضارة جدا وتوصل للعين بتعمل تهيج وساعات لما يكون الخلايا الحساسة في قاعة الشبكية حساسة جدا ممكن تعمل لقدر الله عامة معقد إحنا عندنا كسوفة يحصل هنا في مصر ولا قريبا؟ مش هنقدر نشوفه طبعا في دورات للكسوف موجودة وهننزل بها تقرير بإذن الله لا فيه دا فيها يحصل مجموعة كسوفات إن شاء الله مجموعة كسوفات يعني إحنا هنشوفها هنا في مصر ولا برضو مش هتبقى متشافة بالعين لا أنا هننزل تقرير بها إن شاء الله المقصد لحضرتك بإذن الله ونقول لكم التقارير اللي هي خاصة بالكسوف وإذا أساسا الكسوف له فايدة إن إحنا بنعرف منه بداية الشاه القمري لا دي معلومة مهمة يعني الكسوف هو اللي بنحدد من خلاله الشاه القمري آه بداية آه إنه هو هيبدأ بولادة الهلال بتاع الشهر اللي جاي بعد منه حتى لو ما بيحصلش في مصر يا دكتور طهر حتى لو ما بيحصلش لو بيحصل في أي بلد لإنه هنبقى على الأرض يعني دا مرتبط إن إحنا داخلين في شهر جديد شهر رمضان هيخلص وفيه شهر هيبدأ فده مرتبط بدا أيها بالضبط كده عشان هلال شلوال هيبدأ يظهر يتولد لكم طب يعني المدة بتاعت الكسوف زي ما تقير ذكر خمس ساعات وعشر دقائق يعني الضبط كده إحنا مش نشوفه دا أصول ما يبدأ الكسوف وفي أثناء رحلته في المناطق اللي حضرتك ذكرتها دي طب إحنا خمس ساعات وعشر دقائق أنا عايز عايزك تقولي مثلا كده الشخص اللي في الولايات المتحدة مثلا هيبقى إيه اللي هيحسه إيه اللي هيشوفه يعني مثلا هو الصبح فجأة الدنيا تبقى ليل بالنسبة لهم ولا الموضوع يبقى له تمهيد طبعا قرص الأمر هيغطي حوالي 105 دا لما يحصل الكسوف الكل هيغطي 105 في المئة من مساحة قرص الأمر الشمس الشمس هيداري من الشمس هيداري منها 105 في المئة يعني 105 في المئة دي يعني تقريبا ده الشمس كلها و5 في المئة جميع جنبها هيغطي كرص الشمس بالكامل بالنسبة للرأي آه بالنسبة للرأي ودي الدنيا تضلم فخلاص ما ضلمة بقى في الشمس آه طبعا هتضلم جزئي ضلم جزئي لكن هيكون فيه انكسار للأشعة من خلف الأمر مش هيبقى مش هتبقى ضلمة بمعنى ضلمة يعني طبعا دكتور احنا مرينا بآه مرينا بحاجة زي كده هنا في مصر يعني مصر نعرضت لكسوف بالضبط كده بالضبط حصل قبل كده عندنا ولكن هم باشت ضلمة بمعنى ضلمة كده هي بتغيم كده صح لو هو بالمعنى البلدي بتاعنا بتغيم كده بالضبط يا فاني بالضبط طب احنا كده مع كل شهر طب معلش برضو دكتور طان عندي تساؤل ايه اللي بيخليه يحصل في امريكا وما يحصلش طالما هو الشهر واحد وبدايات شهر واحد يعني احنا الشهر عندنا هنا هو الشهر لو بنحسب حتى في امريكا هو الشهر القمري هو الشهر القمري فايلي بيخليه يحصل هناك وش بيحصل هناك ده علشان صادف انه هو بالنسبة لخط الطول اللي هو البصري اللي هو الكوني مع الرأي في الوقت ده كان في الجزء اللي هو في اليوم اللي هو حصل فيه ده الامر كان بأثناء المرور فأثناء اليوم عند الاحداثيات دي فشفوه لكن احنا بالنسبة لنا احنا وفهمت في الاحداثيات دي مش موجود اساسا ما حصلش الترام كامل ان انا هشوفه على قط ومستقيم مع الشمس فالكسوف دليل على بداية شهر القمري جديد ده معلومة مهمة جدا انه هو يتولد هلال جديد هلال جديد كل سنة وحضرتك طيب لده محضرتك فأيسمع لباحثة الفلكية بنشكر حضرتك جدا